هذه أبرز العنوين الكاف يشيد بالمنتخب الوطني المغربي بعد فوزه في مباراة زنبيا والكونغو البرازيفيلة بالتصفية للإفريقية المؤهلة لكأس العالم في خطوة مفاجئة النجم المغربي نصير مزروي يفاجئ الجميع ويقترب من الانتقال صوب هذا الفريق الأوروبي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأولمبي طريق السكشوي يحضر خطشاً بديلاً للائحة الأولمبيين استعداداً لأولمبيا دي باريس قرعة تصفيات الكان كرة القدم الشاطئية تضع المنتخب المغربي في مواجهة منتخب أنغلة أشهد اتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بالمنتخب الوطني المغربي بعد فوزه على كل من منتخب زنبيا والكونغور برازيفيلا في الجولتين الثانية والثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائية كأس العالم أمريكا 2026 وكتب الكاف في إشادة بما حققه المنتخب الوطني المغربي قائلاً قائمة المنتخبات التي حققت نسبة الفوز مئة في البيئة في التصفيات الإفريقية لمونديال 2026 حتى الآن المغرب فقط واختتم تدوينته المتيرة بالقول انتهت القائمة في إشارة إلى أن المنتخب المغربي هو الوحيد الذي فاز في مباراة التي من بها الضفر بالنقاط الستة في طريقته للتأهل لكأس العالم 2026 ويسير المنتخب المغربي بتبات لضمان مقعد في نهائية كأس العالم أمريكا 2026 للمرة الثالثة على التولي وهي المرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية أفادت مصادر إعلامية أن نادي باير ميونخ الألمانية حدد سعر الدولية المغربين وصير مزروي من أجل تصريحه في الميركات الصيفية المقبلة ووفقاً لصحيفة بيلد الألمانية فإن إدارة باير ميونخ الألمانية غير مقتنعة بمسوى الذي قدمه اللعب المغربي في الأشهر الأخيرة في الموسم المنقدي بسبب تعرضه لكثرة الإصابات المتتلية ما جعله يضع اسمه ضمن قائمة اللاعبين المغادرين هذا الصيف عن الفريق البافاري وحسب المصادر ذاتها فإن النادي البافاري يرغب في الحصول على مبلغ 30 مليون يورو لبيع اللاعب المغربي لعب نجم آيكس أمستردامب الهولندي السابق ومن جهات أخرى كشفت التقارير الإعلامية التركية أن اهتمام نادي غرض صرايا التركي بالتعاقد مع الدولي المغربي نصير مزراوي خلال فترة المركات الصيفية الجاري وتنتظر عودته من مناسك الحج للاجتماع معه ومع إدارة بيام يونخ الألماني من أجل الانتقال إلى صفوفها وأوضحت صحيفة سبورت تركيا أن نصير مزراوي توجد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتعزيز خط دفاع نادي غير تصرايا التركي في الموسم المقبل بالنظر للاستحقاقات التي تنتظر الفريق أبرز والتصفيات الخاصة بدور أبطال أوروبا يضع طارق السكتوي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأنبي أكثر من احتمال بالنسبة إلى لائحة التي سيعتمد عليها في الألعاب الأنبية التي ستجرى في باريس ابتداء من شهر يوليوز المقبل وعلمت المصادر أن طارق السكتوي يرغب في الاعتماد على ثلاثة لعبين تفوق أعمارهم ثلاثة وعشون يتقدمهم أشرف حكيمين باريسا جرمانا ووضع أسماء بديلة في حالة تعضر الاعتماد على اللاعبين الذي يرغب في احضمهم إلى صفوف المنتخب الأولمبي وبدأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالاتها بمجموعة من الأندية الأوروبية التي يلعب لها الأولمبيون المغربة قصد إقناعها بتصريح اللاعبين المنتخب الوطني الذي سيواجه الأرجنتين وأوكرانيا والعراق بين الرابع والعشرون والواحد والثلاثون يوليوز خاصة أن ذلك يتزمن مع بداية تحضيرات للموسم المقبل كما أن الأولمبياد لا يندرج ضمن تواريخ الفيفا وتعد الجميع على علاقتها الجيدة مع مجموعة من الأندية الأوروبية لضمان حضور اللاعبين الذين يرغبوا السكتيوي في الاعتماد عليهم في أولمبيا دي باريسا يرغب السكتيوي في الاعتماد على عدد من اللاعبين الذين ساعدوا من منتخب الأول والأقل من 23 سنة إلى المنتخب الأول كشهد رياد أسامة العزوزي أمير تشاتسون أسامة الغالين وإسماعيل الزباري وبيلال خنوس وإلياس بن صغير وأسامة خنوش ويضع السكتيوي مجموعة من اللاعبين في البطولة الاحشرفية ضمن خيارته المحتملة على غيار حمزة إغامان مهاجمة الجيش الملكي والمهدي موهوب من الرجاء الريادي وهيتم منعوت وتوفيق بن طيب من اتحاد تورق رشيد غانيمي حارس مرمى الفتحة الرباطية سحبت صباح اليوم الخميس قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية المقارر إجراءها سنة الجارية بمصر ووضع عزق قرعة المنتخب المغربي في مواجهة نظيره الأنغولية علما أن العملية التأهل تستضمن جولة واحدة وستلعب على أساس الدهاب والإياب ويشارك في تصفيات 14 منتخبا ويتعلق الأمر بكل من منتخب أنغولا أبورناندي والكودغوار وغانا وغينيا ومالاوي والمغرب موريطانيا موزنبيق نيجيريا سنغال سيشيل تنزانيا وأغندا حيث ستجر مباريات دهاب التصفيات في الفترة ما بين التاسع عشر والواحد والعشرون يونيوز القادم على أن تقام المواجهة الأياب ما بين السادس والعشرون والتامين والعشرون من نفس الشهر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر